أبو أيوب الأنصاري صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب قصة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حين بلغ المدينة طلقته أفئدة أهلها بأكرام وتطلعت إليه عيونهم وفتحوا له قلوبهم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في قباء من ضواحي المدينة أيام أربعة بنا خلالها مسجده الذي هو أول مسجد أسس على التقوى ثم خرج منها راكبا ناقته فوقف سدات يثرب في طريقها كل يريد أن يظفر بشرف نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وكانوا يعترضون الناقة ويقولون أقم عندنا يا رسول الله فيقول لهم دعوها فإنها مأمورة وتظل الناقة تمضي إلى غايتها إذا جازت منزلا حزن أهله وأصابهم اليأس بينما يشرق الآمل في نفوس من يليهم وما زالت الناقة على حالها هذه والناس يمضون في إثرها حتى بلغت ساحة خلاء أمام بيت أبي أيوب الأنصاري وبركت فيها لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينزل عنها فما لبثت أن وثبت وانطلقت تمشي والرسول صلى الله عليه وسلم مرخل لها زمامها ثم ما لبثت أن عادت أدراجها وبركت في مبركها الأول عند ذلك غمرت الفرحة فؤاد أبي أيوب الأنصاري وبادر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحب به وحمل متاعه بين يديه وكأنما يحمل كنوز الدنيا كلها كان منزل أبي أيوب يتألف من طبقة فوقها عليا فأخل العليا من متاعه ومتاع أهله لينزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن النبي عليه الصلاة والسلام آثر عليها الطبقة السفلة فامتثل أبي أيوب لأمره وأنزله حيث أحب ولما أقبل الليل وأول رسول صلى الله عليه وسلم إلى فراشه صعد أبو أيوب وزوجه إلى العليا وما إن أغلق عليهما بابهما حتى التفت إلى زوجته وقال ويحك ماذا صنعنا أيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل ونحن أعلى منه أنا أمشي فوق رسول الله أنا أصير بين النبي والوحي إن إذا لها لكون ولم تسكن نفوسهما إلا حين انحاز إلى جانب العليا الذي لا يقع فوق رسول الله صلى الله وسلم والتزماه فلما أصبح أبو أيوب قال للنبي عليه الصلاة والسلام والله ما أغمض لنا جفن في هذه الليلة فقال عليه الصلاة والسلام ومما ذاك يا أبا أيوب قال ذكرت أني على ظهر بيت أنت تحته وإني إذا تحرقت تناثر عليك الغبار فأذاك ثم إني غضرت بينك وبين الوحي قال له الرسول صلى الله وسلم هون عليك يا أبا أيوب إنه أرفق بنا أن نكون في السفل لكثرة من يغشانا من الناس قال أبو أيوب فامتثلت لأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن كانت ليلة باردة فانقصرت لنا جرة وأريق ماءها في العليا فقمت إلى الماء أنا وأم أيوب وليس لدينا إلا قطيفة كنا نأتخذها لحيفة واجعلنا ننشف بها الماء خوفا من أن يصل إلى رسول الله صلى الله وسلم فلما كان الصباح غضرت على رسول الله صلى الله وسلم وقلت يا أبي أنت وأمي إني أقرأ أن أكون فوقك وأن تكون أسفل مني ثم قصصت عليه خبر الجرة فاستجاب لي وصعد إلى العليا وأنا زلت أنا وأم أيوب إلى السفل أقوم النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب نحو من سبعة أشهر حتى تم بناء مسجده في الأرض الخلاء التي بركت فيها الناقة فانتقل إلى الحجرات التي أقيمت حول المسجد له ولأزواجه فهضى جارا لأبي أيوب أكرم بهما من متجاورين أحب أبو أيوب رسول الله صلى الله وسلم حبا ملك عليه قلبه ولبه وأحب الرسول الكريم صلى الله وسلم أبا أيوب حبا أزال الكلفة فيما بينه وبينه وجعله ينظر إلى بيت أبي أيوب كأنه بيته حدث ابن عباس قال خرج أبو بكر رضي الله عنه بالهجرة إلى المسجد فرآه عمر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر ما أخرجك هذه الساعة قال ما أخرجني إلا ما أجد من شدة الجوع فقال عمر وأنا والله ما أخرجني غير ذلك فبينما هما كذلك إذ خرج عليهم رسول الله صلى الله وسلم فقال ما أخرجكم هذه الساعة قال الله ما أخرجنا إلا ما نجده في بطولنا من شدة الجوع قال عليه السلام وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني غير ذلك كموا معي فانطرقوا فأتعوا باب أبا أيوب بالأنصار رضي الله عنه وكان أبا أيوب يتخر لرسول الله صلى الله وسلم كل يوم طعاما فإذا أبطأ عنه ولم يأتي إليه في حينه أطعمه لأهله فلما بلغوا الباب خرجت إليهم أم أيوب وقالت مرحبا بنبي الله وبمن معه فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أين أبا أيوب فسمع أبا أيوب صوت النبي عليه الصلاة والسلام وكان يعمل في نخل قريب له فأقبل يشرع وهو يقول مرحبا برسول الله وبمن معه ثم أتبع قائلا يا نبي الله ليس هذا بالوقت الذي كنت تجيء فيه فقال عليه الصلاة والسلام صدقت ثم انطلق أبا أيوب إلى نخله فقطع منه غصنا فيه طمر ورطب فأخذ أبا أيوب جديا فذبحه ثم قال لمراته اعجني واخبزي لنا وأنت أعلم بالخبز ثم أخذ نصف الجدي فطبخه وعمد إلى نصفه الثاني فشواه فلما نضج الطعام ووضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أخذ الرسول قطعة من الجدي وضعها في رغيف وقال يا أبا أيوب بادر بهذه القطعة إلى فاطمة فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام فلما أكلوا وشبعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم خبز ولحم وطمر ورطب ودمعت عينه ثم قال والذي نفسي بيده إن هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة فإذا أصبتم مثل هذا وضربتم بأيديكم فيه فقولوا بسم الله فإذا شبعتم فقولوا الحمد لله الذي هو أشبعنا وأنعم علينا فأفضل ثم نهض الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لأبي أيوب أأتنا غدان فقال أبو أيوب سمعا وطاعا لرسول الله فلما كان الغد ذهب أبي أيوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعطاه وليدة كانت تخدمه وهي جارية صغيرة وقال له استوصي بها خيرا يا أبا أيوب فإن لم نرى منها إلا خيرا عاد أبو أيوب إلى بيته ومعه الوليدة فلما رأتها أم أيوب قالت لمن هذه يا أبا أيوب منحنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أعظم به من مانح وأكرم بها من منحة فقال وقد أوصانا بها خيرا فقالت وكيف نصنع بها حتى ننفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لا أجد لوصية رسول الله بها خيرا من أن أعطقها فقالت وديت إلى الصائب فأنت موفق ثم أعطقها هذه بعض صور حياتي أبي أيوب الأنصار في سلمه فلو أتيح لك أن تقف على بعض صور حياته في حربه لرأيت عجبان فقد عيش أبو أيوب رضي الله عنه طول حياته غوازيا حتى قيل إنه لم يتخلف عن غزو غزاها المسلمون منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زمن معاوية إلا كان منشغلا عنها بأخرى وكانت آخر غزواته حين جهز معاوية جيشا بقيادة ابنه يزيد لفتح القسطنطينية وكان أبو أيوب إن زيك شيخ طاعنا في السن يحبوه نحو الثمانين من عمره فلم يمنعه ذلك من أن ينضوي تحت لواء يزيد وأن يغزو في سبيل الله لكنه لم يمضي غير قليل على منازلة العدو حتى مرض أبو أيوب مرضا أقعده عن مواصلة القتال فجاء يزيد ليعوده وسأله ألك من حاجة يا أبو أيوب فقال اقرأ عني السلام على جنود المسلمين وقل لهم يوسيكم أبو أيوب أن تغلوا في أرض العدو إلى أبعد غاية وأن تحملوه معكم وأن تدفنوه تحت أقدامكم عند أسوار القسطنطينية ولفظ أنفاسه الطاهرة استجاب جند المسلمين لرغبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقروا على جند العدو القرى بعد القرى حتى بلغوا أسوار القسطنطينية وهم يحملون أبو أيوب معهم وهناك حفروا له قبرا وروهوا فيه رحم الله أبو أيوب الأنصاري فقد أبى إلا أن يموت على ظهور الجهاد الصافنات هو زيان في سبيل الله وسنه تقارب الثمانين العبرة قصة أبو أيوب الأنصاري قصة واحد ربنا سبحانه وتعالى اختاره أنه يكون جار للنبي عليه الصلاة والسلام ويواضح من القصة أن أبو أيوب الأنصاري كان رجل كريم ورجل موفق والله سبحانه وتعالى إذا أختار حد من عباده يستخدمه في خير فهو لازم يكون رأى فيه خيرا من الأول يعني البداية بتبقى من عند العبد مش البداية من عند الرب يعني هو ما كانش واحد كده عادي وربنا اختاره لأ هو كان حد الأول غير عادي وربنا اختاره يعني البداية من عند العبد الأول يكون مجتهد يكون صبور يكون كريم يكون موفق في كل شيء في حياته وإن كان زوج في يكون زوج صالح وإن كانت أم فبتكون أم صالحة وإن كان بيشتغل فبيكون محسن في شغله دي البداية بداية من عندنا احنا الأول ثم ربنا سبحانه وتعالى بعد كده يختارك أنك يكون لك يدور في حاجة يكون لك يدور في تحرير القدس يكون لك يدور في نشر الدين يكون لك يدور أنك تربي طفل يبقى يكبر بعد كده ويكون له شاد يعني أنت الأول ابتدي بنفسك الأول بلاش الكسل بلاش أول مالي بلاش أحاضر هعمل بعدين يعني خليك يدور همه أول ما أم أيوب اتقلها يلا نطبخه نأكل النبي والسلام وأصحابه على طول قامت على طول فيه سعي على طول فيه بدل بيشاورها زوجها وبتشاوره وفيه التفاهم ما بينهم التفاهم ده مش بيبتدي من عند الرجال على فكرة يعني التفاهم اللي ما بينهم بيبتدي من عند الست الأول الست بتحترم زوجها بتضروا بتشكر فيه بقولوا أنت موفق مش ضد مش بتنقروا فالست الوعية هي اللي بتبقى فهمة طبيعة زوجها وبتمشي عليها وطلعوا ربنا خلقك الناس ذكروا أنثة فالأنثة بيبقى عليها دور ويتذكر لدور تاني فدور الأنثة هنا معنا هي إنها طيعة وده اللي أنا عايزاه مننا كلنا إن احنا نبقى طيعين في زوجنا نكون فيه سلاسة في التعامل مش كل حاجة نقار مش كل حاجة خلافيا مش كل حاجة أنا عايزة لا أنا شايفة لا أنت رأيك حاجة لا أنا رأي حاجة تانية لا بلاش المنازعة في الأمر دي لما كلما كنا أطوى على بعضنا بعضا كلما كنا أنجح في العلاقتنا وأنجح في حياتنا عموما طيب وإيه ممكن نغة تانية سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا محمد والسلام في ليلة كده كانوا فيها هم كلهم جعنين أنت منتخيلة ولا قالوا ليه يا رب إحنا حبائبك ليه تجوعنا ليه ما نزلتش علينا مائدة ليه 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 زي ما إحنا بنقول فلما بتقابلك مشكلة في حياتك ما تنسي بيش الشر ده لله الشر ده مش لازم تكون ليه سبب معين هو شر وخلص يعني ابتناء وخلص ابتناء الابتناء النازل بك طيب مش هو ربنا اللي جابه مش هو ربنا قدر على دفعه لا هو ربنا قدر على دفعه طبعا أن سنة ربنا يدفع الشر سنة ربانية بطريقة معينة بسلوب معينة فإحنا علينا أن نعمل ونشتغل ونجهد أو نصبر ونتحمل حتى يزول الألم حتى يزول المرض حتى تزول المشكلة إنما ما ينفعش أننا أقف عاجزة وأستنى أن ربنا هو اللي حلها شغل ده تفكير اليهود هم اللي بفكروا بالطريقة دي يذهب أنت وربك فقاطلة يعني يا أخي إحنا أنت بقى تقدر تعمل الكلام ده لوحدك أنت إليه فأنت قادر على ده يلا عمله بقى أنت وأنا بقى هنقعد هنا مستنياك أنت بقى إيه مستنياك بقى الفرج من ربنا لأ مفيش حال أسماء كده هم كانوا جاعنين فخرجوا خرجوا يعني يمكن يقبل واحد من الصحابة يأكلهم ولما تقابلك المشكلة ما التانيك إش وقفة في مكانك ويتدعي لأ أنت تدعي وتتحرك تدعي وتخدم على سباب مش لقى يتكلي يبقى هتدوري على شغل وتدعي لو تقدري فيما في حاجة تسع فيها اسع فيها لو تقدرت تحلي مشاكلك لو تقدرت تدوري حتى على حد يحللك مشاكلك يعني أنا مش عارف حيل مشكلتي طب أدور على حد يحلل مشكلتي وهو ما قفش عاجزة أنه يعصنا منها عن أن الإنسان يشعر بالعجز ويقعد بقى كده في مكانه ويقول لك أسلام وتتوكر على الله وفي ناس مثلا ممكن أقول لها أدعي يا ربنا يا ربنا يا شفيكي طولي طب ما هو اللي أمرضني فلا يا جماعة احنا عايزين إن إحنا لما يصبنا خير زي ما حصل كده معنا الله صلى الله عليه وسلم وجاءه الطعام لذيذ جميل آه عمل إيه شكل ربنا نسب الخير ده لربنا لما بيجيه الشر بيبقى عارفا دي طبيعة الحياة ويصبر وبيحاول إياه يصلح وبيحاول يشوف حل فإحنا كمان في الأزمة اللي إحنا بنشوفها ضمعة في فلسطين ونا عارفة إن إحنا كلنا يعني أنا عارفة كلنا كستات عرب وسلمين نشعر بعجزة فظيع تجاه اللي بيحصل في فلسطين ويعني بنتقلم عشانهم بتقلم غير عادي لأن إحنا حتى ملناش حيلة في أي حاجة وبنبقى نفسينا نعمل حاجة بس مش قادرين فشعرنا بالعجز ده نحاول إن إحنا نعمل حاجة في المحيط اللي إحنا فيه حتى يعني نعملي أعملي خير أعملي خير عشان يتردلهم هم هناك أعملي خير ويدعي بعديا ربنا يفرج عليهم وينصرهم ويويهم ربنا سبحانه وتعالى لن يخزو لهم وقم بازل ومجود جميل جدا وخدوا بالأسباب كلها أعدوهم بيحارب بتكنولوجيا عالية وهما كمان بيحاربوا بتكنولوجيا عالية تسلحوا وخدوا بالأسباب الكاملة وصبروا على بيوتهم اللي بتتهد إحنا عندهم عزيمة غير عادية طيب إحنا وقفين صابتين وعملين بس بنادي على على اللي مش قادر ينصرهم لأ هو الله سبحانه وتعالى هو خير ونصر فمش عزيم نستنى من حد أن هو ينصرهم الله سبحانه وتعالى قادر على أنه ينهي المعركة دي في الحال ولكن الله سبحانه وتعالى بينظر ماذا نفعل في كل واحد في مكانه ينظر ماذا يفعل في كل واحد ليه سلطة معينة احنا عزيم ربنا سبحانه وتعالى لما انظرنا كنساء نحسن نتقن عملنا عزين نتقن عملنا جبعة عزين نحسن في اللي بنعمله اي حاجة صغيرة ولا جيرة بتعملها احسني فيها واتقني فيها عشان محدش عارف ربنا سبحانه يمكن يرى منك خيرا فيستخدمك ويعلى قدرك ويعلى منزلك كل واحد فينا اللي يقدر حاجة يعملها يعملها ويجزاك والله خير